شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مرسم توقيع عدد من الاتفاقات بين الشركة القابضة لمصر للطيران والشركة الصينية العامة للهندسة المعمرية المحدودة يستهدف الاتفاق الإطاري الأول تجديد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولي بينما يستهدف الاتفاق الإطاري الثاني تطوير مطار القاهرة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزيدة في المنطقة وكذلك تنمية قطاع السياحة والطيران في مصر جاء ذلك على هامش حضور رئيس مجلس الوزراء فعليات دورة ثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين